لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هذه ممكن جدا لأنه ما عادوا ينشروا ما عادوا ينشروا إلا أشياء تتعلق بالرئاسة هل رئاسة الجمهورية متخصصة فقط في صحة الرئيس؟ رئاسة الجمهورية لا تقوم بشيء لا مستشارين يقوم بشيء لا يعملوا أشياء ما كان حتى شيء في رئاسة الجمهورية معناها رئاسة الجمهورية راهيم جمدة لو نروحوا لصفحة وزارة الدفاع نلقوا يومي النشاطات لا الشنقريحة لا قادة المدارس لا أشياء يومي كي النشاطات في وزارة الدفاع في حين الرئاسة ميتة تماما معناها الرئاسة الجمهورية عندما يغيب على رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية تحبس هذه تندل على شيء فإنما يدون على المشكلة في طبيعة الأشخاص ليعينهم الرئيس تبون أنا قلت لكم من قبل في مداخلات أنه هناك من يعمل على إسقاط الرئيس تبون وتحدثت عن بعض الخطط وقلت بأنهم يتواجدون حتى في رئاسة الجمهورية عودوا إلى مداخلات السابقة وثبت بأنه بالفعل أنه تم ضرب توجيه ضربات قوية لرئاسة الجمهورية في البداية عن التصريحات بعض التصريحات ونذكر تصريحات العقاب وتصريحات العرابة وغيره كانت ضربات قاضية لرئاسة الجمهورية بعد ذلك جدت الدستور في ظروف سيئة واستفتاء شاركوا فيه ثلاث ملايين وهذه ضربة أيضا في الصميم إلى رئيسة الجمهورية أول مشروع يتقدم رئيسة الجمهورية بإلى الجزائريين تمثل في الدستور يفوطيه عليه ثلاث ملايين من نحو 45 مليون جزائري وأكثر من 24 مليون هذه أناخبة 21 مليون نحو 21 مليون بين قاطعوا وعزفوا عن المشاركة في الاستفتاء وقالوا لا أكثر من مليون وستمائة حسب الحسابات الرسمية المشكوك فيها قالوا لا لهذا الدستور إذن كانت ضربة كبيرة ضربة كبيرة لرئيس الجمهورية أول شيء يعمل في بدايته هو الدستور هو الذي يعد به وعد به في الحملة الانتخابية وعد به في كلمته أمته أثناء عندما أدى القسم وما إلى ذلك وتحدث عنه كثير وبعد ذلك يفشل في حشد على الأقل 50% من الجزائريين أعتقد بأنها ضربة وجهت له بعناية وسقط في الفق الآن الضربة الثالثة تمثلت في مرض الرئيس كيف تلاعبوا به كيف أهلوه كيف حولوه إلى مجرد خبر لا قيمة له نعم حولوه إلى خبر لا قيمة له وبهذه الطريقة التي يتعاملون بها رئاسة الجمهورية ليس فيهاش ناطق رسمي أرسل محمد السعيد الله يشفيه راه راقد مصاب بجلطة دماغية يعني ما تقدروش تعينوا حتى واحد تكلفوه وكل يوم أو يومين يعمل نشرية حول تطورات صحة الرئيس أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ أنتم فقدتم مصداقيتكم خلتوا الجزائريين يفتشوا عن أحوال الرئيس في صفحات الفايسبوك عند كل من هب ودم يجي موقع مغربي مخزني ليس له قيمة ينشر خبر على الرئيس يتداوله كل الجزائريين وهذا الذي عشناه في عهد بوتفليقة حتى صار شعب الجزائري لا يوجد من يكرهه مثل ما يكرهون بوتفليقة نعم هذه الإشكالية هناك عمل ممنهج لضرب الرئيس وضرب ما صار الذي بدأه القايد صالح وهذا الذي سوف نتحدث عنه مستقبلا إذن إخواني الكرام قضية عودة الرئيس سيعود لكن متى؟ هناك غموذ كبير وهذا الغموذ لا يخدم أي شيء قد يقول بعض بأنه غدوة يعود الرئيس يظهروه تنتهي الورقة لا أبدا حقيقة سينتهي الاهتمام لكن الشكوك ستبقى وعدم الثقة في مؤسسة الرئاسة ستبقى والرئيس إذا عاد وبدأ يمارس مهامه بطريقة عادية سواء بإعلان مرحلة انتقالية اللي يتحدث عليها ماكرون غيره غيره أو أي شيء آخر آخر يبقى دائما محل عدم الثقة من الجزائريين بش يستعيد الثقة عليه أن يتخذ إجراءات تتمثل في أفعال تتخذ بصفة علينية آلف وشعارات ولغة خشب تستعمل في مراحل معينة لن لن تعيد ثقة الجزائريين قد يقول البعض بأن السلطة لا تهمها ثقة الجزائريين بالفعل إلى حد كبير لا تهمها ثقة الجزائريين لكن أعتقد بأن هذا لن يكون جيدا سيذر سيذر بمعنى الكلمة بعلاقة المواطن وعلاقة الشعب بالدولة إذن إخواني الكرام رئيس الجمهورية سيعود لكن الإشكالية كيف سيعود أنا في تقديري سيعود وفي وضع صحي غير ما كان عليه من قبل سيبقى الرئيس تحت دائما في مرحلة علاج الجزائر عليها أن تستعد في هذه الفطرة أن يحكمها رئيس مريض في أي لحظة قد يحدث له ما لا نتمناه لكم إذن إخواني الكرام بحوصلة إلى الأمر الرئيس كما قلت سيعود لكن الرئاسة تحتاج إلى عملية تنظيف تنظيفها داخليا من رأسها إلى إخمص قدميها فقد أساءت لرئيسها وأساءت للجزائريين بتضليلهم والتلاعب بهم وخلتهم ملطشة عند كل من هب ودب في شبكات التواصل الاجتماعي أو في مواقع الأنترنت ما هكذا تبنى الدولة ما هكذا ترسد عائم ثقة المواطن أو الشعب في حكومته ومؤسساته بهذه الطريقة أنتم تدفعون إلى مواجهة مجددة بين الشارع والثكنات وتلك هي الطامة الكبرى التي يجب أن يدركها صناع القرار في الجزائر ليس كل ما يمكن أن تفعله سيمر مر الكرام ستكون لديه تداعيات في العمق الجزائري نحن في مرحلة حساسة من حيث الوضع الاجتماعي الوضع الصحي الوضع الأمني الوضع الاقتصادي التحديات كبيرة والفقر يعصف بالجزائريين إذا لم تكن هناك معنويات حقيقية وأعظم ما يقوي معنوية الشعب الجزائري ومعنوية الرأي العام أن تكون هناك شفافية هذه الشفافية ترسد عائم الثقة بين الوطن والمواطن بين الوطن ومؤسساته عندما يفقد الشعب ثقة في رئاسة الجمهورية في البرلمان في 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 القضاء في كل في الوزارات في الولايات في الدوائر في البلديات أعتقد بأنه بعد ذلك يبقى طبق البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات وأخطر ما سيحدث إن جاءت تحديات خارجية في ظل وضع داخل هش إلى أبعد الحدود هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ورحمة الله تعالى